تلقى وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من نظيره الاماراتية الشيخ عبدالله بن زايد يأتي ذلك في إطار التشاور والتنصيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث اتفق الجانبان على خطورة الموقف الحالي وضرورة بذل كافة الجهود من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر وفي اتصال هاتفي مع نظيره الاردنية أكد سامح شكري وزير الخارجية على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة وتناول الاتصال الهاتفي التشاور والتنصيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين أعربا عن قلقهم البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث هذا وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنصيق الوفيق خلال الساعات المقبلة